يمكن ما فيش حاجة منعزلة في الفترة الأخيرة عن التغيرات المناخية يعني بنتكلم عن التنوع البيولوجي وإزاي بيحصل نوع من أنواع التحور أو الميوتيشن لكتير من الفيروسات والبكتيريا اللي بتأثر على أطفالنا احنا عارفين أن بعض أطفالنا وولدنا مصابين في الوقت الحالي بأمراض معضية وفيروسية زي نزلات البرد اللي احنا عارفينها والآن في الوقت ذا بناء عليه وزارة الصحة والسكان عملت نشرة تحذيرية لحماية الأطفال خلال فترة المدارس من العدوى دي ده اللي هيخلينا النهاردة نكتب رشدة وقائية كده الأمهات المدرسات الأهالي بصفة عامة إزاي يحصنوا الولاد من أي عدوى ممكن تتنقل لهم اللي هيكتب لنا الرشدة دي النهاردة الدكتور شريف حتى استشاري الطب الوقائي والصحة العامة اللي منوارنا النهاردة في صباح الخير يا مصري صباح الخير عليك يا صباح الخير عليك الفقرة يعني في توقيتها السليم كثير من الأطفال اليومين دول يعني بيعانوا من دور بردة منتشر عامل قلق عند الأمهات مش عارفين الوضع عامل إزاي الحرارة بترتفع وتنخفض مش دايما بيبقى فيه التهاب واضح للأطفال وفي الآخر بيقلب بكحة احنا مش عارفين إيه اللي بيحصل حالك شايف الوضع عامل إزاي عايزين نطمن الناس أو نقول لهم ياخدوا بالهم إزاي لو في حاجة مقلقة مش لازم نطمنهم على الفاضي لكن احنا عارفين الحمد لله إن الوضع إلى الآن كويس جدا إزاي الناس تتعامل في هذه الفترة مع الدور اللي عامل قلق بسبب الحرارة بالزبط طيب ده صحيح جدا خليني أبدأ بداية في الأول بداية جدا من خلال تخصصي أقدر أقول لك هو المرض بيحصل إزاي العدوى بتحصل إزاي بيحصل بيه مسبب للعدوى سواء كان فيروس أو بكتيريا وعائل اللي هو اللي بيجي له الإصابة سواء كان طفل أو رجل أو امرأة أو ست وبيئة محيطة بتساعد على حدوث هذه العدوى فالتلاتة دول لما بيكونوا ماشيين مناسبين لحلوس العدوى بتحصل فأنت عندك دلوقتي فيروس طالع جديد السنادي يعتبر هو الرابع عندك أربع فيروسات ممكن تعمل عدوى السنادي موجودين في الشتا معانا هم البرد العادي والإنفلونزا والكورونا والمخلاوي اللي هو الفيروس التنفسي المخلاوي هو ده الجديد معانا السنادي في الشتا دي اللي ظهر اليومين اللي فاتوا ده فده يعتبر هو المسبب للعدوى اللي ماشية بين الأطفال اليومين دول وما بين البلغين ولكن أكثر انتشارهم في الأطفال من في سن 12 سنة مثلا كده أو من 4 إلى 12 سنة هذا الفيروس اللي هو بيسموه respiratory syncytial virus اللي هو الفيروس التنفسي المخلاوي عشان بحب أفسر اسمه قوي ماشي الفرق ما بين يعني هو بيصيب الجهاز التنفسي الفرق ما بين الفيروس التنفسي المخلاوي ده وفيروس كورونا فيه آخر ويفلي تقريبا اللي هي بتصيب الجهاز العلوي من الجهاز التنفسي ما قدرش أقول إن فيه فرق كبير ولكن بتختلف الأعراض بشكل بسيط جدا إن المخلاوي يبقى فيه التهاب في الحلق أكتر مركز قوي بشكل كبير على الجزء العلوي من الجهاز التنفسي اللي هو التهاب الحلق أحيانا التهابات في الأذن كمان أحيانا تبقى فيه إحمرار في العين مع أو لا ارتفاع في درجة الحرارة ده المخلاوي اللي هو كلمة مخلاوي هنا برضو بحب أفصل للناس جاية من إنهم خلايا ملتحمة وكلمة خلايا يبقى مخلوي وكائنات دقيقة جدا الفيروسات دي حاجات لا ترى بالعين فهذا الفيروس لديه القدرة على إنه هو يخترق الجهاز التنفسي بسهولة جدا لكنه ضعيف برضو زي كل الفيروسات الجهاز التنفسي هي خارج الجسم ضعيفة جدا ومجرد ما دخلت عندي في الحلق تبدأ تعمل المشكلة دي وبناء على إيه نقدر نقول فيه ارتفاع في ضربة الحرارة لا بل أنا على رقم اتنين احنا تكلمنا على الفيروس نفسه وأنه هو دقيق وأنه هو الكلام ده نقم اتنين هو العائل أنا طفل ولا أنا كبير سن ولا ست حامل ولا إيه أخبار جهاز المناعة عندي هذه العوامل هي اللي بتوقف عليها مدى ظهور الأعراض على الطفل ومدى شدتها عليه فهشكاة تلاقي مامي بتقول ده سخن مامي تانية تقول لا ما سخنش ده بيرشح من مناخيره ووحدة تتقول لها ما فيش رشح الوضع بيختلف حسب جهاز منعته وحسب رعاية الأم لي وحسب التعليمات واتباع التعليمات المخلومة تعامل مع الموضوع من البداية هو اللي بيحدد درجة هو بيحدد درجة الفيروس يتمكن منه العامل التالت وهو الظروف البيئية لي احنا دلوقتي ظروف بيئية مماثلة تماما لحدوث العدوى ألا وهي الدخول على الفصل الشتاء دخول حضنات دخول مدارس أعداد متكدسة سوء تهوية في الأماكن في الحضنات وفي المدارس مفيش التهوية الجيدة بس سؤال واحد بس هنا يا دكتور علشان حضريةك بدأت بيه أنه فيروس جديد تمام لكن لا مجديد هو الظاهر اللي من دول هو فيروس موجود طول العمر زي كورونا كده حقيقة قلت الفيروس الجديد عندنا دلوقتي فهي تتكلم الجديد في هذا الموصل جديد في هذا الموصل لشان برضا الناس ممكن تتخوف لقدر الله احنا أمام فيروس يعني ما حدش عارف على فكرة الكورونا والإنفلوانزا والحاجات دي بالها مئات السنين صحيح ولكنه فيه تغير في الشكل هو حصل جديد حوى ظهر عدد حالات منه ولكنه ليس جديدا وموجود منذ زمن ولكن بدأت تظهر حالات شديدة منه للعوامل اللي أنا بقولها دلوقتي وهي العوامل البيئية اللي هي المكين المزدحمة وعدم التهوية الجيدة والإفراط في الإجراءات الاحترازية من الكورونا خلانا فرطنا قوي فببقاش فيه اهتمام دلوقتي بالنظافة الأيدي ببقاش فيه اهتمام بالنظافة الأسطر تعايش بقى تعايش تعايشت معها فديت فرصة معها اللي زي معادتك ذكرت في أول الكلام بيحصل تغيرات وتحورات في الفيروسات فأدى إلى ظهور فيروس جديد احنا مننكرش ده وده كويس جدا متناسب مع ان احنا بنتكلم في مؤتمر المناخ ومنتكلم عن المناخ وتأثيراته ليه لا تكون التغيرات اللي حصلة دي قدت إلى ظهور فيروسات جديدة او مش ظهورها كجديدة يعني تنشط الفيروسات اللي موجودة بما ان البيئة الملأمة لها بقت موجودة طيب دكتور حضرتك قلت ان هو فيروس مش بكتيريا في كتير من الدكتورة بتنصح ان هو في المرحلة دي الامهات ما تلجأش على طول للمضاد الحيوي او للانتيبياتيك برغم ان احنا متخيلين انه كان العلاج حيبقى مناسب اكتر الانتيبياتيك لا طبعا ان التحديد او قصر استخدام المضاد الحيوي في حالات محددة فقط ده مش حيساعد يعني بلاش نتوسع في استخدام المضادات الحيوية لانها مش هتساعد في القضاء على القصة دي بالعكس الافراط في استخدام مضادات الحيوية بدون داعي بيؤثر على الجهاز المناعة ويقلم استجابة الجسم مضادات الحيوية بعد كده اللي هو عارف ما بيأثرش فيه فخلاص البكتيريا تعودت عنه بسيطة الامهات حافزين اول من لاي حرارة ادي مضاد الحيوي مضاد الحيوي بيتاخد في حالة اذا كان هناك حدوث عدوى بكتيرية على العدوى الفيروسية يعني هو الراجل فيروس ماشي بياخد السوائل ماشي بياخد حاجات دافية بياخد أدوية البرد العادية بتاعت الفيروس ألا بتبقى بكتيريا نتيجة ضعف المناعة في هذه الفترة فبدأت بكتيريا تستغل جهاز المناعة ده وتهاجمه وتعمله بقى التهاب في الحلق وارتهاب في الأزن وارتفاح في ضرجة الحرارة ساعتها المضاد الحيوي مطلوب بشكل كبير لكن لطالما هو ماشي التهاب فيروسي بتعمل معه زي ما هو كده ويسيب جهاز المناعة ياخده يدي في الحرب اللي ما بينه دكتور دايما بنقول الوقاية خير من أنا لك وحضرت ذكرت أن البيئة الحالية المتواجدة هي بيئة بتنشط فيها عدد من الفيروسات والبكتيريا إزاي يقدر لنا أحمي ولادي تحديداً وأبنائي في الجامعات والمدارس من إصاباتهم لقدر الله بنوع من أنواع هذه الفيروسات أو البكتيريا الحمدرية يبقى أنا هشتغل برضو على الثلاث محاور ولكن المحاور الأساسيين فيما يقول الفيروس بنعمل تحاليلنا عليه وبنعمل فحص معملي وأقدر أشوف إذا كنت هقدر أطلع له تطعيم ولا لا لأنه لا زال ما فيش تطعيم لي المخلوي لحد الوقت يبقى أنا بقى العلماء شغالين وعلم الفيروسات وعلم الميكروبات شغالين عشان يطلعونا حل لهذا الموضوع والموضوع بسيط زي ما عندنا الأنفلوانزة المسلمية بقى لها تطعيم صحيح وبنقول برضو أنه حماية للأطفال اللي يقدر يأخذ تطعيم أنفلوانزة ويأخذ تطعيم كورونا كويس قوي يبقى أنا شغال على الفيروس دلوقت هذا فيما يخص العلماء والمتخصصين دخلت بقى على الجزء الثاني اللي هو أنا ماسكهم لك زي ما قسمتها من الأول بقسمها لك برضو قوي القاية أجي بقى على المصاب اللي هو أنا يبقى أنا لازم أدي تعليمات للطفل الصغير اللي هيصاب والمامي في البيت تبقى عارفة بتعمل إيه بالزبط والبيت كله والمدرسة اللي بيروحها الطفل الطفل يبقى عنده توعية من حفاظ على التباعد بينك وبين زيمينك يا حبيبي ما تخلي زيمينك يعتص في وشك ولا أنت تعتص في وشه ألبس الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة وحافظ دائما على نظافتك الشخصية وغسيلتك هشوف في الكمامات تانية يعني الفترة دي بريد بس في الأماكن المزدحمة يعني لو أنا حاسس أننا المكان مكدس أو هم بتجمعوا في مكان مقفول بيدرسوا حاجة فبالتالي يبقى عندي وعي لو أنا حاسس أننا تعبان أصلاً ونازل ألبس كمامة عشان مدرش غير أقول للميسة أننا عندي إيه بالزبط أروح لعيادة أكشف كويس عيادة المدرسة إذا الطفل يبقى عنده وعي بأنه هو ياخد باله من نفسه إزاي غسيل الإيدين على طول يا حبيبي بعد ما تطلع أو تقعد نظف الدسك بتاعك إذا انتقلنا بعد كده لدور الأم هي اللي هتقوله الكلام ده وهتوعيه وهتوفر له الحاجات تديره الكمامة وتديره مطهر يا رمعان لو ينفع يستخدمه تقوله يحافظ على نظافته إزاي حبيبي حط إيدك على فكوعك كده وشك فكوعك لو أنت هتعتص إجراءات الأم تهتمي بها جدا إلى جانب الاهتمام بجهاز المناعة من خلال التغذية الصحية السريمة اللي هتقدمها الأم في اللانش بوكس بتاعه والتغذية بتاعته السريمة طبعا طبعا نبعد عن الفاست فود خالص والأجابات السريعة وبنتكلم في أننا نديره اللانش بوكس بتاعته بيتوفر فيه دايما خضار خيار خلينا نقول نحط إيه بما يتناسب مع الأزمة الاقتصادية العالمية وبما يتناسب مع الميزانية اللي بتتناسب مع سواد الأعظم من المصريين خلينا نحط كده وجبة غزائية مدرسية حناخدها معانا من البيت مناسبة للأغلب الأعمى حلو قوي يبقى إحنا نحط إيه في اللانش بوكس ده أهم حاجة ركز عليها هي الخضار والفاست لازم أحط خيار حط جزر أحط تفاح عادي جدا تفاح بلدي لو موجود أحط موز برتقان طبعا موز يوسفي نشوف بداء المختلفة بالأسعار الخيار والفلفل والحاجات المتوفرة دي قوي هنعطها طبعا فاكهة الموسم بشكل عامي ممكن أحط جوافة ممكن حسب جوافة حسب متوفرة في الموسم عندي وبأسعار كويسة قوي حط له بيضة تبقى موجودة في اللانش بوكس بتاعه حتة جبنة صغيرة كده دي باكويس أو روبر غيف صغير عشان برضو أنا برضو عادي ما بقاش اللانش بوكسي خليه طبعا عشان السمنة يعني فحاجة خليه يأكل ويشبع ما يضطرش يشتري حاجة من بره من كانتين مدرسة أو أي حاجة وفي نفس الوقت برضو توفر له الوقاية لجهاز المناعة بتاعه ده ده الأم والطفل المدرسة بقى دورها مهم جدا تهوية جيدة في الفصول على فكرة نسبة كبيرة من العدوى اللي حصلت في الفترات الأخيرة نتيجة تقفير الفصول لأنه بدأ يبقى فيه لسعة هوا سنة فقال لك اقفل يا عم عشان ما فيش تكيفات فمش شغل التكيف ومقفل الفصل فطبعا الطفل بيعتص ما ياخدش باله أو الطفل بيعتص في إيده وحط إيده على الدسك فالمدرسة له هي دور مهم جدا من خلال تسقيف الصحي للأطفال عن دورهم في الحماية نفسهم وحماية أصدقائهم في نفس الوقت نظافة الأسطح باستمرار في البريك وما بين الحصة والتانية وتعليم الأطفال أنهم ينظفوا الدسك بتاعهم وفتح الشبابيك ده شيء مهم قوي قوي حدوث طيار مبين شباكين قصاد بعض وفتح الباب بتاع الكلاس ده شيء مهم جدا دكتور يعني الأمهات بعضهم بيبقوا شايفين أن انتظام العملية الدراسية بالنسبة للولاد ده جزء من الشكل اللي هم عايزين ولاد يبقوا ماشيين عليه ويعلمهم الالتزام بيه ده بيخليهم في بعض الأحيان أنه قد يكون الطفل يعني مدام مش لقين أنه في حرارة لكن بيعتص شوية بسيطة ولا بيكوح فبينزروا المدرسة ده في الفترة القادمة نقدر نقول أن ده ممكن يأثر بشكل عامل إزاي على الأولاد السلام وأن ده بيعمل حلقة مفرغة بتفضل الفيروس يلف ما بين السليم والمريض والمريض يعني السليم الاستهانة في التعابل إذا كنت بقولك أنه في استهانة في المدرسة من خلال عدم التهوية فالاستهانة من الأمة هو في لحظاتك بتقولي ده مش ممكن أبدا تكون الحتة بتاعت التعليم أو هيفوت يومين تلاتة أهم من صحته صحت الزملاء أقول معاه وصحت الفصل كله وخاصة في وجود وسائل التواصل الموجودة فأنت بتقدري كمامي بتعرفي من خلال الجروب الموجودة على المدرسة سواء كان فيسبوك أو واتساب بتعرفي إيه اللي اتخذ النهاردة كتب موجودة بتلاجيه معاه في البيت فبيعيش الحالة بالضبط كأنه موجود معاه نحن عندنا منصات مختلفة تعليمية وعندنا منصات تعليمية وعندنا منصات تعليمية وعندنا قنوات مدرساتنا واحد واثنين بالإضافة لبنك المعلومات والبنك المعرفة فحنا عندنا المنصات مختلفة أنا كمان بركز على نقطة اللي هم عايزة لو هي عايزة تعرف اللي خدوك زميله تحديدا في الكلاس النهاردة فبتعرفي إيه اللي خدوه بتقري معاه وهو بيراجع مع الميز بتاعته بعدما بيرجع ما فيش أي اضطرار خالص أنه هو يروح للمدرسة ويكون عنده حتى ولو بوادر الإصابة النصيحة الأخيرة اللي حالك ممكن توجهها سواء لولي الأمر أو للمدرسة أو للمسؤولين النصيحة الأخيرة أنك تبدأ تعرف أن فيه فيروس بدأ ينتشر اليومين دول بالإضافة إلى التلاتة اللي موجودين التانيين في السوق فمن فضلك خد إجراءاتك الاحترازية ما تنزلش ابنك في حالة وجود أي أعراض عليه زي الرشح زي ارتفاع في درجة الحرارة زي التهاب في الحال أحياناً بس قليل جداً بيبقى فيها معاها إصابة لجهاز الهضم بيبقى فيه إسهال أو قيء بس ده قليل قوي لحد دلوقتي بمناسبة الإصابة هنا يا دكتور مالاش عظراً على المقاطعة لكن اليومين دول تحديداً فيه ناس بتشتكي من تكسير شديد جداً في جسمها لدرجة الله ما بتقدرش اللي هي تتحرك هل ده مرتبط بتلاتة من الفيروسات رهي جداً فيه كمان تكسير والهامدان ده موجود فيهم بس مش معناس كتير قوي لكن من ضمن الأعراض بمعنى أنه مش أقدر أقول أنه هو بسبب العدوى إلا إذا كان فيه أعراض أخرى زي هو عرض مصاحب بفيه ارتفاع في درجة الحرارة طيب عندك التهاب في الحال طب عندك رشح وزكام على طول باستمرار طب فيه العنين فيها إحمرار طب فيه انسداد في الجيوب الأنفية بتاعتك والتهابات فلازم تكون مصاحبة الحاجة لكن مرهق بس كده وجسمه مكسر ممكن يكون فيتامين دي ممكن يكون عدم التغذية السنمة ممكن يكون عدم الراحة فلابد العرض يكون مصاحب هي بتبقى زي مجموعة من الأعراض على بعضها لازم نقول أنهما عشان أقدر أشخص أعمل توصيف للحالة مظبوط لازم يكون الأعراض دي مصاحبة لبعضها كل شكر نورتنا وشرفتنا وعرفتنا أن الموضوع ان شاء الله بسيط وقابل للسيطرة عليه بسهولة أول ما نعزل السبب الرئيسي لو عندنا حد مريض ربنا نشفي الجميع نعزل لغاية ما يخف ما الحفاظ بقى طبعا على الأهالي سواء بقى الأم والأب والجدود أنا بس عايز قبل ما نشكر الدكتور سريعا كده هل اللي بيحدث من فيروسات وتطور لأننا لا صوت يعلو فوق صوت قمة المناخ اللي بيحصل من فيروسات جديدة بتحصل ده لي علاقة بتغيرات المناخ؟ بالتأكيد جدا في الفترة الأخيرة اللي حصلت كمان من بداية الكورونا نفسها كمان وبداية فيروسات والتحورات بتاعتها المناخ بشكل كبير سواء ارتفاع حرارة، انخفاض حرارة، زوبان سليج أي حاجة من الحاجات اللي بتحصل دي كلها بتؤدي إلى تأثير على جميع الكائنات الموجودة على الأرض سواء كان إنسان أو فيروس أو حيوان أو أي حاجة صروة حيوانية بتتأثر، فيروسات بتتأثر كل ده بيؤدي إلى تحورات بتخلي فيروسات كامنة، ما كانتش ظهر أو تطلع وفيروسات تانية تختفي نتيجة مثلا ابتفاع في درجة الحرارة، عدم ملاءمة الظروف لمناسبة لها نعم، يعني على أي حال لابد من الوعية سواء كان الوعي البيئي، الوعي الصحي الوعي هو مسألة حتمية للتصدي لكل التغيرات التي تحدث من حولنا بنشكر الحياة يا دكتور شريف حتى أستشاري حاجة أخيرة كما نحب أذكرها وأننا نتابع الصفحة الرسمية للوزارة الصحة بما يصدر منها من إجراءات احترازية وتعليمات لأنها تبقى مطلعة بشكل مستمر على عدد الحالات الموجودة نشكرنا يا دكتور شريف حتى أستشاري الطب الوقائي والصحة العامة شكرا لوجودك من نافذنا